السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا النهاردة هتتكلم طبعا عن فيروس كورونا اللي هو جند من جنود الله أصلا بس عايزين نفهم حاجة مهمة جدا وهي ان الخوف بيقتل أكتر من المرض يا جماعة والله كان زمان جدتي بتقول الخوف أتى للسبع مجرد ما الحيوانات وهموا الأسد إن فيه أسد تاني جاي يأكله مات من الخوف الخوف بيقتل أكتر من المرض وبيأثر في كل أعضاءنا وبيعلي السكر وبيعلي الضغط وبيكسر البروتين في الدم وبيضعف جدا المناعة يبقى الجسم سهل جدا يستهدف ويخترقه أي فيروس اللي نعرفه ولي ما نعرفهش كمان طيب يبقى نعمل إيه؟ نرفع منعتنا مش بس بالفيتامينز نرفع منعتنا باليقين برب العالمين وإن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا عادي جدا نعيش نموت كله خير كله كويس إيه المشكلة يعني؟ بس أهم حاجة ما نقذيش الآخر ما نقذيش الآخر بمعنى خروجنا من البيت وخصوصا أنا بكلم المصريين كمان تحديدا أهل بلدي خروجنا من البيت والتجمعات يأذيني ويأذي أهلي أهل بيتي وجراني لازم نحتاط ناخد بالأسباب ونحترس وطبعا نخلي مناعتنا مرتفعة جدا بالصلاة والطمأنينة بذكر الله وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع والعليم تمام؟ ولازم لازم أرجوكم ما ننشرش أبدا أي شيء يدعو للخوف والفزع والرهبة إيطاليا فيها كم ألف حالة أسبانيا فيها كم ألف حالة مصر فيها كم ألف حالة لا الرحمة الرحمة ماشي الرحمة يا ولاد بلدي الرحمة بلاش ننشر الفزع ننشر بس الطمأنينة ننشر بس الأمل ننشر بس البهجة آه في حالات خفت في حالات يعني الحمد لله خفت بسرعة جدا جدا لازم نفكر كده ولازم ننشر الوعي ده الطمأنينة مش الفزع لازم نتبع سنة سيدنا محمد بشروا ولا تنفروا ونرفع مناعتنا جدا بالصلاة والتركيز فيها لأن أثبتت كل العلوم علوم الطاقة تحديدا والأبحاث إن بالتركيز في الصلاة اللي هو التأمل اللي هو طبعا اسمه الصلاة في دينا المناعة بتعلى جدا 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 فأرجوكم إحطاطوا وأرجوكم إنشوروا البهجة وأرجوكم تفقلوا إن رمضان جاي إن شاء الله بخير وبسعادة وهنصوم ونصلي الترويح وهنعمل كل شيء زي ما كنا بنعمله في رمضان قبل كده وإن شاء الله كل الخير خدوا بالكم من نفسكم خدوا بالكم من بلدكم ربنا يحمي كل الناس في كل مكان اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر